ما تخاف على اسمك أن هاي الأغاني لأن هاي الأغاني تتحقق نجاح وملايين مشاهدات تنأخذ عليك صورة أنك كاتب لهذا النوع لا ليشتم بالعكس وينسون تاريخك الباقي بالعكس أنا ما استعر من كتاباتي ما ندمان على ولاه ولا تندم على أي أغنية لا ندمان على أغاني مثلا ندمان إستاذ تذكرت واحدة بيهم بيتل بيتل مثلا مو ندمان على بيتل بيتل أنطيته هواية بالإعلام ويحد شيئنا به يعني تعبت منه ولا أنا حاجة قصتها أنا من شوف شون عرفتها أنا قريب على الأغنية أكثر قمت ما أحب القصيدة الطويلة أحسها مملة أخير فردت غيرت فتقف شيء أوصل لك الموضوع على السريع ونضحك أنا وأنت فهمتني شون فهمتني مثلا روحي جغانا طفت قضت عمرها بخوف فروها من حلق الحلق شمروها ويلك طوف ما عاول يجرع نفس ينقض نفس نمألهوف شالي بصديق المصلحة وشالي ترجى مننا زين من كان بي نفس حضنوني بشي فتين ومن مني ظل القطف دعسوني برز لين يعني موضوع حلقة دي أنا دعشاق رويا نصرت قلت لقلبه شي نطيس تعوفيني لذو وجيني بتل بتل أنا عنيش الدنيا قلوبهاي أجروم أذبح أصلخ أكتل بتل بتل شي تدقيقة تعوفيني قوة نفس النوبة تعوفيني نهائي غير كذا 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 فموضوع كلش بسيط وهي لذو حكوهاي أروح لبغداد أرجع ألقاء أغنية ومتكملة وصير أغنية أنت لو ممطلع نفسك من هي كان ارتبطت بيك لأنها بداياتك يعني شانت راح تصير لأس ببداية عزمة يعني صار يعني كل لقاء ليش أكرهي أنا ماكرهي ضايج من كلامه أنه اللقاءات صارت مثل شوان أنت رحبت ودخلتها صارت ترحيب شوان رأييك بتلبطت مو لأن نجحت همين وصل الحد لا من سمعت مو أنا نجحت وصل الحد سب وقذف وحد شعال الشاعر على كذا كذا من سدت إلا بنزلت نخلة